طيب دكتور احنا عايزين بقى كده ايه؟ الست الست اللي بتعبانة الست اللي بتشتغل اللي شايلة بيت وشايلة ولاد وشايلة شغل وشايلة جزهة وصند وضهر وامان و يعني ومودة ورحمة دايما الست فيها كل المعاني الجميلة كل المعاني الجميلة اللي ممكن الراجل يدور عليها دايما في الست طيب الست دي اللي بتتعرض للعنف وبتتعرض للإهانة انا عايزة كناها معانا كده في العيادة وحددتك كدكتور نفسي عايزة ابتدي كده معاها خطة نفسية استراتيجية لان اولا هي تهدى عشان تبتدي تعرف تعيش حياتها وتتعامل ازاي مع جوزها وتتعامل ازاي في الزمن والعصر اللي احنا فيه لان الست دي ودانها بقى لكل اللي حولتوا اللي يقولولها ايه خلاص بقى ما كلهم كده ده رقم واحد زاي بالزبط كده الست اللي بتتعامل مع راجل خين بتلاقي أغربية اللي حولي لا ما كل رجالة خينة بيخلوا اللي لا واقع واقع بيخلوا اللي لا مشروع مشروع ما كل رجالة خين لا مش كل رجالة خين جوزك ده ربك طيب المشكلة يعني ي 들어가لي بعلقة ومسيها بعلقة وانتو بتكنعوني بالغلط انه صح فلا اوعي اوعي تعملي في نفس الكن الغلط غلط والصح صح فتاني حاجة ما تسمعيش ان الواقع اللي حواليكي انه هو واقع ان دي الحياة وانا اللي فهم غلط يبدو يدوكي ايه كده افكار سلبية وافكار غير طبيعية ان ده طبيعي ده مش طبيعي الست دي بقى بتبقى وافقة في حيرة حقيقة اسيبه ما سيبوش طب احبه بس انا بتادي اكرهه من كتر ما بيعنفني وبيضربني طب اعمل ايه طب ولادي طب اعمل ايه عشان ما ابطل احرق دمي يعني دلوقتي طول الوقتي اقولك ايه انبستي فقري في نفسك عيش لنفسك واكتر حاجة انتو كده كترة نفسية بتقولوها وانا يعني ما باقتنعها فقري في نفسك دي في الست بتاعف تفكر في النفس بس ماشي قول لحديك حاجة اول 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 حد في حياتي هو انا واول اهم حد في حياتك هو انت ليه لما انت تبقي كويسة هطرف تدي وتهتمي وتدي المشاعر اللي حواليك واهتمام وكل حاجة لكن لو انت تعبين هتدي حد حاجة ليه ازاي فهي الفكرة اول حاجة اول حاجة بابدأ بالشخص ان هو بابدأ بيه انت شايف انت كويس ولا لا رأيك نفسك ايه عشان ارجع الثقة في نفسها اهم اشايفها موازاتها وعيوب يعني اول حاجة بنطلبها الموازاته لعيوب ليه لان هي لو عندها عيوب او مشاكل معينة هنقيمها سوا هل يفعل عيوب ولا لا ولو عيوب ازاي نشتغل عليها ونصلحها تمام يبقى اول حاجة بترفع ثقاتها بنفسها يعني حضرتك بتحط ايديك بقى على الحتة اللي هي الحلوة اللي فيها عشان تبتدي يعني تفوق تشيل من نظر ولازم ورهالها وتبقى عارفة ايه مميزاتها عارفة ايه نقط قوتها وايه نقط ضعفها فيه ستات ما بتبقاش عارفة نقط قوتها وقنصيتها يا دكتور اه طبعا وكتير جدا لان في الاخر زي ما حدك قلت الشخصية اللي عارفة تكسر فيها لدرجة اللي انا بقيتش عارفة نمين فطبعا فكرة برجع الشخص يفتكر نفسه هو مين وكان ازاي وتشوف خبراتها وتعاملاتها مع الناس غير جوزها يعني تجد بقى خلات علاقتها بالناس وصحابها وزمالها 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 عشان نقيمها اقول لها طبعا انت شخص كويس هو يبقى اخر اخر بقى كلمتين معنا لازم ترجع ثقاتها بنفسها لازم اعرف لو هي عندها مشكلة معينة نقط ضعف نشتغل عليها عشان نصلحها نشتغل على المشكلة تالت حاجة ان انا بقى شوف انا بقى بعد كده شوف انا راضع عن العلاقة دي بين جوزي ولا ايه موزات وعيوبها وايه اللي ممكن يتغير ونبدأي نشتغل عليه خطوة بخطوة ونقيم مشكلة خطوة بخطوة ونشوف نشتغل عليها ازاي لان غالبا ما اقتقاش مشكلة مجرد عم فقط لها حاجات تتعنيها كتير في رجالة بتتغير اللي عايز يتغير بس دي نال انا عايز اسمعها